اغادر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ارض الوطن متوجها الى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور قمة الاتحاد الاوروبي والافريقي وذلك لتعزيز اطر الشراكة بينهما ودعم التعاون الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا حيث تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل القمة السادسة بين الاتحادين الاوروبي والافريقي ويسعى الاتحاد الاوروبي من خلال القمة الى دعم التنمية الاجتماعية والانسانية وقضايا الصحة والتعليم في القارة الافريقية بهدف تعزيز الاستقرار بالقارة ولدى وصول سيادته مطار بروكسل الدولي كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة في بلجيكا واعضاء السفارة المصرية في بروكسل وكذا الجالية المصرية اشتركوا في القناة